موسيقى هو الحقيقة إلى باش ننطال عملي حالة ديبلوماسية العصرية الآن لازم الإنسان يرجع إلى البداية يعني كيف ولماذا ومتى بدأت الديبلوماسية الجزائرية لأن الإخوة اللي قروا بالإدلاء الثورة مجيدة فيها فتح نوفمبر 54 كانوا أولا فكروا في الوضع تع الجزائرين لدك أولا شافوا بأنه كانت من 1830 كانت يعني حركات عديدة وفي كل منطقة يعني في الجزائر كانوا حركات كل سنة تكون حركات تحررية لكن ما تكون إلا في مكان معين الإخوة اللي قروا يعني بين ديال الثورة هم فكروا في الوضع العام يعني كيف نبدأ الحرب ولكن بشرط لازم ننجح كان من الضروري أن يكون جيش جيش وطني شعبي ليأخذ سلاح ولكن لكي الجيش ينجح كان لازم يكون قاعدة قوية وهي كان لازم أن الشعب كله جزائري من جنوبه إلى شماله ومن الشرق إلى الغرب الشعب كله يعني يكون داخل في المعركة كان لازم نبحث إلى نوع من تضامن عالميا ولهذا جد الفكرة هذه ما سميناه دبلوماسية الحرب ما كاش عندنا سفارات طاعة الحال ولكن الموقف لخاضعه الجماعة وهو أن يفتحوا مكاتب جباة تحرير في عديد من العاصمة حول العالم وبالخصوص في البلدان اللي كانوا يساعدوا فرنسا كان لازم نبين على صعيد الأسبوع الدولي بأن الجزائر كانت دولة دات سيادة ودات أخلاق ودات اللسان خاص ودين وإلى خيره وطاحت مع الأسف في يد الاستعمار ولمدة أكثر من قرن حاول الاستعمار أن يمحي تماما الشخصية الجزائرية كنت واحد من الأقلة اللي كانوا مسكين يعني اللغة الإنجليزية فتعينت يعني كممثلة الجبهة في لندن في سنة 55 لأنه كنت كمل دروسي هناك في الجامعة كأستاذ في اللغة الإنجليزية كان مثلا ناخد الأخ الله يحمس عليه سي طيب الحروف إذن إذا نلتعوا أجلب حتى بعض المسؤولين إيطاليين باش يساعدونا مثلا الرئيس يعني شاركة البترول إيطاليانية أريكو ماتاي ماتاي كان معانا في وقت الحرب وبنشوف اليوم حتى اليوم الخدمة لخدمها سي طيب الحروف ها هي نشوفوها اليوم في ما يربطنا مع الطريان مثلا نفتح المكتب في نوي يورك في المؤمن المتحدة كانوا الإخوان عيد حمد ومحمد يوزيد كذلك الإنسان يعني عملاق سعب تقدرش تنظر لي لكن هو هو حسب يعني العراقات مع الصحافة أمريكية ومع العمال أجلب كينيدي كسيناتر يعني جابوا حتى تقدم بما يسموه الديسكو غالجريا نتع كينيدي اللي يقول فيها لازم نعترف بحرية الجزائر فإذا هذه كانت سلاح ديبروميسيها كانت سلاح وكانت مبنية كانت كان نظام يعني ديبروميسي نتاعنا كان مبني على أسس متينة مثل مثلا حق الشعوب في الحرية في الكرامة ولهذا إلى يومنا هذا سياسنا الدبلوماسية كانت دائما وأبن تدفع على حق الشعوب جينا لاستقلال شهرين من بعد وبدينا يعني كان جميع جميع صفراء ولقطة هذا 62-63 مثلي أنا المعنى كان عندنا معلومات من الحكومة بعض الاستقلاف مثلا لما قلت له منا أنا ما ما تمرنش باش كون ديبروميسي ما نفهم شي ديبروميسي أنا في الجامعة يعني تعلمت باش نعلم اللغات من بعد ويقول لي بومني رحمه الله هذي كان وزن الدفاع قال لي لا هذا إلا خطأ والواقع الواقع أنه المهمة نتعك هو تشوف كيف تدير مركز تدريب هذولين ندربوهم في الجزائر لا فريقا ندربوهم في الجزائر بعد يتفرقتوا دير لهم مركز تدريب في تنزانيا من هناك يتموا يكملوا التدريب نتعهم على أساس يعني الواقع في بلادهم لمناخ الموجود هناك لما جاي شوفنا نرسل مندلا في قيادة الأركان تعجب التحرير الجزائري في الوقت هذاك كان مندلا مرافق ب رابط غيشة التصل بالقيادة تعجيش تحرير ولكن كان مشكل ولا سي سليمان قائد الحمد ولا سي جبل شريب القاسر ولا سي مبنين كانوا نطقين باللغة اللي ينطقوا بها هما وهما ما ينطقوا ولا بالفرصوية ولا بالعربية فقالوا يعني مشكل كيف نعمل يعني لازم نحافظ على اسمه السلامة مندلا لأنه كانوا المخابرات جانب أفريقية كانوا متابعينه فكان علينا يعني نحافظوا عليه ولكن ما نقدروش نجيب ونطرجم الخارج ولهذا أكلموني باش نطرجم ما بين سي جمال ومندلا وحتى من بعد يعني اخذناه إلى شاف شاف ميدان الحرب ديناه الميدان الحرب شاف بعينه يعني ومن بعد التدريب ولكن المهم أنه في الحديث اللي كان مع سي جمال هو مندلا جاء قال جيت نتعلم يعني من الكفاح نتعكم ففهموا سي جمال باللي القضية نتاعه هي أصعب نتعناه لا يمكن له يعني يبدأ حرب يعني بمعنى الكلمة وهو عنده بعض البللان يعني قافلين الطريق مونغولا وموزنبيك في في الدلس إعمال البرتغالي ما كانوا يسموهم روديجا الجنوبية والشمارية والشمارية في بريطانيا احنا مساعدين باش نبدأوا نكونوا مجاهدين كما بدينا نكونوا مجاهدين من من أفريقيا جنوب الصحراء ابتدان تقربين اعتقد من تسعة وخمسين احنا في الحرب ولكن قلنا الماندلا يالشوف عندكم آلة هامة وهمة جدا الناس ما عارفينش في الخارج ما عارفينش الشر للكم عايشين فيه بسبب التمييز العنصوري فعليكم ان تبدأوا حركة ديبلوماسية باش العالم كله يبدأ يفهم ما هو التمييز العنصوري وما هو الكفاح انتعكم وفي هذا الميدان نحن مستعدين نعطيكم كل المساعدات وفعلا يعني منذل اخضها بعين الاعتبار وبدأوا يبعثوا ناس مثل جوني ماكاتيني والاخره بدأوا يتحركوا في العالم مش يفهمهم في الوضع في جنوب الفريقية هذا يعني كذلك يعني كنوع من من دور ديبلوماسية يبعث الاستقلال كيف نبني سلك ديبلوماسي ما عنداش ناس اللي تكونوا في ديبلوماسية فجبدو جماعة جبدو ناس من جيش تحرير مثل انا مثلا ولا اخرين جاء منا اللي كنا نسموه الوصية فلان الوغانيزانشي في الوصية فلان ولا من اسموه وعينونا سوفرة بدون من تعلموا الديبلوماسية كنت تعلموها يعني هناك يعني على اسموه كما يقولوا سغلوطا كان عندنا توجيه خاص وهو احنا اليوم صبحنا مستقلين لكن في شعوب ليست مستقلة او حتى تسيطرت التمييز العنصري في يوم من الايام في جنوب افريقيا مثلا الصحافة قالوا لي احنا لم ننساش المساعدة نتاع الجزيرة قلت لهم احنا مساعدناكم احنا كنا ملتازين بالكفاح معكم كفاحكم كانت كفاحنا والمساعدة هذه كانت الا احد اه الا خطوة من الخطوات اللي خضيناها مساعدة لجميع الدول اللي مازال تحت الاستعمار وتحت التمييز العنصري الرئيس سعبد ماجي تابون في فبراير من السنة اللوة بعد ما تعين كرئيس قال للافارقة في الاتحاد الافريقي قالهم ان التزامنا مع افريقيا هو اولوية من الاولوية فاذا يوم شيء انفشية بدنا ثانيا نرجع الى مقعنا الطبيعي في افريقيا ونرجع الى مقعنا الطبيعي في العالم لأول مرة سنوات هذه الاخيرة سنوات الاخيرة بدأت الناس تعتبر الجزائر كقوة قوة في البحر الابيض وقوة في العالم العربي في العالم الفقيقي والاخري ارجعنا الى في ستينات وسبعينات لما كانت الجزائر يعني كان منار يعني في في اسمه في العالم تحركة الجزائر مبنية على مبادئ والمبادئ هذه تقريبا يعني بشكل ديني تقريبا يعني فرض علينا حتى لو اعترفوا بالجزائر بانه دولة لا ما لها اي اي مصلحيات يعني في الدول الخارجية ولكن عندها موقف لم تدخلوا في شؤون داخلية تعنا واحنا كجزرينا حاكمين في نفسنا ما تدخلوش في شؤون داخلية تعال بلد ولكن اذا كانوا يحتاجوا الى المساعدة تعنا احنا مستعدين ولا واحد لقى حل الى الرهينا الامريكين في تهران حتى دخلت دخلت الجزائر وقنعت ايران وقنعت الامريكان ولا نساوي الى حد الامريكان بانه بفضل الجزائر بللي صابوا حل للرهينا هذا موقف الجزائر فيما يخص الدول المجاورة ليبيا مثلا الجزائر هي اللولة اللي بدأت تقول يعني عدم تدخل في الشؤون الداخلية تعال ولكن علينا ان نساعدوا الليبيين باش يتحدوا و باش يرجعوا الى ما كانت ليبيا يعني دولة دولة محترمة و الاخره في المالي مثلا نفس الشي ما ننسوش بين المالي في السنوات الاخيرة بتاع الحرب التحرير حوالي واحده ستين اتنين و ستين كنا راح نفتح جبهة في الجنوب ما نروح على المالي لانه كانوا غلقنا الحدود نعم المغرب و تونس و ليبيا نقاتلنا يعني المالي فاليوم جزائر هي اللي تحاول تشوف كيف تحل المشاكل و الان العالم كله يعترف بين الجزائر يوم عندها خبرة و عندها تجربة فيما يخص الكفاح ضد الارهاب و التدخل ما بين ما بين بلدين يعني لكي يصيبوا حل في المشاكل نعم النزاع لبنتهم الخطوات لتخدم السلطة الجزائرية تفرحني مثلا الرئيس تبون مس إلى قلب المشكل في فلسطين النزاع هذا بالفلسطين سنين هم تفارقين لأول مرة يعني هنا في عاصمة الجزائر الرئيس تبون يجمع جمعت اسمه فاتح من جهة وجمعت غزة من جهة أخرى و إن شاء الله تنجح أنا أظن بأن الرئيس تبون فهم فهم الفلسطين في هذه القضية بقولهم يعني أنتم إخوان ما دام ما دام راكم تفارقين ما تنجحوش فإذا لموا شمل الفلسطينيين وإذا ناجحنا في هذا الفلسطينيين يرجعوا بالتحديل كما كنا نحن نمتعدين في شبهة تحرير حتى الدول العربية لشوية تخلت على الأسمو ترجع تهيلة وننساش بأنه إن شاء الله في مطمر الدول العربية في فاتح وثاني من نوفمبر هات السنة قضية فلسطين راح تكون هي جوهرة القضية كلهم مرحبوا بالمبذرة على الجزائر واليوم اليوم يشعروا بأنه أي دولة ليتحب علاقات مثيناء مع أفريقيا مع مع الشرق العربي وآخره لازم ياخدوا بعيد الاعتبار من موقف الجزائر الرئيس بومدين رحمه الله لما تكلم في الأمم المتحدة ما كان شي يتكلم إلا على مصلحة الجزائر كان يتكلم على مصلحة العالم الثالث كله اليوم الدبلوماسية الجزائرية رجعت قوية رجعت قوية أولاً في التحركات تحتها سريمة وثانياً الدبلوماسية الجزائرية مبنية على موقف الشعب الجزائري ككل وعلى جيش الوطني الشعبي يعني كانوا الدعاية تقول لك يعني كان فرق حبوا يلعبهما بين السياسيين والجيش والشعب وإلى خيره كل المنورات هذه قدنا عليها اليوم يقول لك وهو تبينت يعني في في هذا الحفلة ستين سنة يعني بانت بل ما فيه ما فيه حتى فرق ما بين الجيش الوطني الشعبي كما والشعب اليوم لازم نكونوا وعيين بإنه فيه تهديدات على بلادنا ولازم يعني نتحده وابلادنا اليوم اشتاووا ولا كرهوا اليوم جزائر هي بداية تطلع وتعاود ترجع إلى المقام اللي كانت فيه في حد مثلا في حد الرئيس بومنيان في الأمم المتحدة لأن دولة قوية محترمة حتى بعض الخبراء الفرنسيين يعطرفوا يعني بقوة جزائر اليوم يقول لك لأن الالجربية ترجمة نانسي قنقر في القناة من جزائر اليوم في جزائر اليوم كما تنسى شكرا سابقا هذا دون نزال